حقائق جديدة تعرض للرأي العام في تركيا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على أحداث حديقة جيزي بارك أكثر من عشرة أطباء كشفوا المستور عن تعامل الشرطة التركية معهم أثناء إسعاف المصابين خلال التظاهرات وقالوا إن السلطات ضيقت عليهم الخناقة خلال أداء واجبهم المهني لأسباب أمنية وكأجراء وقائي قمنا بارتداء معاطف في عيادة خاصة لتقديم الإسعافات الأولية وكان المكان عليه لافتة كتب عليها بوضوح الغرفة الطبية ومع ذلك أطلقت علينا الشرطة الغاز المسيلي للدموع العاملون في المجال الطبي ذكروا في إفاداتهم أن حكومة أردوغان طردت المتظاهرين في المستشفيات وضغطت عليهم للكشف عن أسماء المرضى لا بل تجاهلت الدعوات بجلب مزيد من الأدوية وصيارات الإسعاف لإنقاذ حياة المصابين كان لدينا شاب مصاب في الصدر طلبنا الرقم 112 للنجدة ولكن سيارات الإسعاف لم تأتي قلنا لهم لا تقلقوا إن شوارع فارغة وهادئة ولا يوجد هناك مشكلة قلنا لهم إن المكان على بعد 100 أو 200 متر لنقل المريض ولكن أحدا لم يأتي يقولون لنا أشياء على غرار لستم على حق هل من حقكم تقديم العلاج هل حصلتم على تصريح أو يقولون لنا مثلا أعطونا أسماء الأطباء الذين يقدمون الرعاية الطبية للمصابين البرلمان التركي أقرى الأسبوع الماضي تشريعات جديدة تدعو إلى التغريم والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لعلاج مرضى من دون إذن من وزارة الصحة باستثناء حالات الطوارئ غير المتوقعة كما يحضر مشروع القانون على وجه التحديد إنشاء عيادات من دون تصريح من الحكومة تطورات تأتي وسط فضائح الفساد التي تهز أردوغان الذي اتهمه مسؤولون في جهاز القضاء التركي باستغلال سلطاته لإغلاق التحقيق في ملف الفساد الذي طال حكومته ملف ساخن قد يهز ثقة المستثمرين في تركيا وربما يضر على المدى البعيد بمحاولة انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي شكرا